طيب طيب زمان كده الواحد هو في السيناوية العامة كان دايما ايه قبل الامتحانات تبقى قلقان وتبقى بتفكر كتير وطرح انجح يا رب كرمني يا رب سعيدني انجح واجب درجات حلوة فوالدي والدتي ربان ديوم الساحة كان دايما نقول لي ايه يا ابني خلاص اللي زاكر زاكر فالجملة دي كان بتقلقني اكتر اللي زاكر زاكر يعني انا طب انا زاكرت ولا ما زاكرتش ولا الدنيا طبعا كويسة ولا واحشة ولا الدنيا ايه نفس الامر بينطبق على منتخب مصر هل منتخب مصر زاكر كويس؟ بصراحة لا قبل المشاركة في بطولة العامة الافريقية هو ده الامتحان وهو امتحان مهم جدا بالمناسبة لان البعض واولهم كيروش بيقلل شوية من البطولة دي ويقولك احنا هدافنا الاساسي كاسل العام طبعا كاسل العام مهمة بالنسبة لنا تمام؟ لكن في نفس الوقت لا البطولة دي مهمة احنا منتخب كبير جدا اسم عريق تاريخ مش طبيعي اكتر منتخب كاد البطولة ايه كلام ده احنا اتكلمنا فيه؟ لكن انا بالتحديد باتكلم على ايه؟ على استعداد قبل انطلاق البطولة هل احنا ذكرنا واستعدنا كويس؟ بصراحة لا لا ليه؟ لانه فيش ولا مطش ودي تلعب مطش مثلا الاهلي وبيرامدز اللي كان يعني مهتم بيه اوي اوي كيروش ما تلعبش؟ حلو؟ وبالنسبة احنا كنادي اهلي النادي الاهلي كان حريص ان المبارات تلعب عندوش مشكلة كان انت مرتبط مكررات ربطة الاندية والموضوع اللي تكلمنا فيه قبل كده فيما تعلق بالاجندة الدولية واللعيبة وكلام منه تمام؟ كان فيه مطش ودي مفروض هيتلعب مع الكونهو اتلغى برضو مش عارف ايه السبب السبب ايه مش عارف كان ممكن مطش ده تقدر تستفاد بشكل اكبر حتقولي طب احنا ذكرنا قبل كده في كاس العرب ولعبنا مباريات وكلام من ده وخدنا من نركز الرابع طب كان الناتج ايه؟ بعد ما انت شاركت في كاس العرب الناتج ايه ان انت تريبا ماخدتش حد من البطولة دي واللي واخده واخده كمالة عدد من الاخر بمنتهى الصراحة هل انت استفدت من البطولة دي؟ لا طيب هل هي قاعدة ان اللي ذاكر ذاكر واللي ذاكر ده هو اللي هينجح بصراحة مش قاعدة ليه؟ لان دايما بيكون في ايه؟ تلميذ لماح بيعرف يلقط بسرعة نتمنى ان يكون او تكون خبرات كيروش ترجح كافة منتخبنا في كاس الامر الافريقية واخدين بالكم؟ يعني زي ما يقولك ايه؟ اللي يكر على درسه بينفع نفسه فانا مش عارف يعني لو واحد ما تغدشه مش ينفع نفسه مش عارف بعض الامثال كده تبقى غريبة شوية في كل احوال انا شايف ان المنتخب كان فيه عشوائية كبيرة جدا جدا في الاستعداد كان فيه عدم اهتمام باستعدادات المنتخب لكاس الامر الافريقية فيه عدم متابعة حتى للعبين يعني انت اخترت مثلا واحد زي محمد حمدي الزهير الايصر في القايمة بتاعت الاربعين حلو؟ فجيه عايز تزود انت مسافر الاول بخمسة وعشرين لعب ويقولك تضيف ثلاثة كمان عشان يبقى تمانية وعشرين مثلا هو اصلا في الاساس ثلاثة عشرين تضيف خمسة انت ضيفت من خمسة اتنين وكان ناقص لك ثلاثة تضيفهم معرفش كان السبب ايه برضو انك ما تضيفهمش ده برضو يندرك تحت بند عدم الاهتمام في وجهة نظر يعني احنا مش بننتقد بالمناسبة احنا مندعم جدا منتخب كامل الدعم ونفسنا منتخبنا يا رب يا رب يجيب البطولة يعني لك يا محمد حمدي عنده اخترته واستدعيته وانت عشان مش متابعة مش عايفنا وعنده اصابة فده ازاي برضو؟ حاجة من ضمن الحاجات الغريبة اللي بتحصل فان شاء الله يكون كيروش لمح طالب يكون او تلميذ يكون هو استيز بقى طبعا دلوقتي عنده خبرات عظيمة و سي في محترم جدا جدا يعني بروفوسير كبير جدا جدا يعني يكون بيستعيد خبراته ويلقط الجوانب اللي ممكن يكون ممكن يكون استفاد منها في كاس العرب ويحاول يعود فترة الاعداد اللي ما حصللش لمنتخبنا الوطن يعني احنا شوفنا كل المنتخبات كل المنتخبات استعدت بما فيهم منتخب الجزائري اللي هو مش محتاج استعداد اقوى منتخب في القارة دلوقتي لعب ماتشودي او ماتشين عونا تذكر يعني وكله عمل احتكاكات عشان يبقى جاهز للبطولة احنا لأ ده ما حصلش بالنسبة لي هل هي قاعدة ان معاناها كده ان احنا نفشل في كاس الأمم الأفريقية لا طبعا مش قاعدة ممكن جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا ببعض من الخبرات وبعض من التاكتكس اللي يكون مميزة اللي يقوم بيه المدير الفني مع مجبوعة مميزة جدا من العبين فنا تمانا لهم يا رب كل التوفيق وان شاء الله يفرحونا في البطولة دي من شوية ليلين جدا جدا البيعثة وصلت للكاميرون خلاص وبيعملوا دلوقتي في هذه اللحظات مساحات التوبية رب يكونوا سلام لان عندنا طبعا كابتن عسام الحضر يمدرب حراس المرمى اللي عوضه كابتن طريق سليمان ما سافرش معهم بسبب كورونا نفس حال بالنسبة لأبو جبل فأكيد كان فيه اختلاط ربنا نشطر ونتيجة المساحات دي ما تطلعش ايجابية وتبقى كله سلبي عشان يكون الكل جاز مباراة يوم الثلاثة الصعبة جدا جدا أمام المنتخب النجيري ودايما البدايات بتكون مهمة نتمنى لهم يا رب كل التوفيق خليني كمان أقول لحضراتكم خبر من ضمن الأخبار المهمة تتعلق بمنتخبنا الوطني بخلاف بطولة الأمم الأفريقية وهي أن خلاص الاتحاد الأفريقي أعلن عن إقامة القرعة أو قرعة المرحلة النهائية من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 22 من الشهر الجاري وبالمناسبة بقى عشان احنا كنا شغلين نفسنا تصنيف أول وتصنيف تاني احنا خلاص تصنيف تاني وبالمناسبة برضو أكتر المطش بتاع القياب في المرحلة دي هيكون خارج أرضنا احنا نلعب الزهاب عندنا الأول لأن احنا تصنيف تاني أصحاب التصنيف الأول هيلعبوا المباراة الختمية أو مباراة القياب على ما لعبوا فاحنا المطش التاني يعني الأمور برضو تعتبر صعبة لكن برضو عندنا سوكة كبيرة جدا في الجهاز وفي اللعبة لأن عندنا فعلا فعلا مجموعة مميزة جدا من اللعبين في منتخب مصر وأفكر حضراتكم بالتصنيفات التصنيف الأول السنغال يعني أنت هتقابل ياما السنغال ياما المغرب ياما تونس ياما الجزائر ياما ناجري الخمسة أصعب من بعض أصعبهم طبعا السنغال وإيه والجزائر والمغرب طبعا بصراحة كلهم صعبين تعالوا نخش على التصنيف الثاني مصر والكاميرا وغانا ومالي والكنغو الديمقراطي فإن شاء الله كمان نكون موافقين هنترقب هذه القرعة لأنه هتبقى حدث مهم جدا جدا بالنسبة لنا عشان نعرف عن قابل مين وإزاي نستعدله وإزاي نكون جاهزين للمطشين المهمين جدا عشان حلم من أحلام كل المصرين هو حلم أساسي دلوقتي أنك تتأهلك أس العالم وتعطش السنوات كتير جدا بعيد عن البطولة كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله المنتخب الوطني تعالوا نروح بقى نشوف بعد الأخبار المهمة لتتعلق بالمنتخب وبالتحديد فيما يتعلق بطولة الأمم الأفريقية وده تصريح لأستاذ جمال علام الرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد واللي بيقول إن إحنا طلبنا من كيروش حصد أمم أفريقيا وإلا ستتم محاسبته وهو كيروش تقريبا إيه؟ الراجل يعني معتمد على الكلام اللي تقالهوله اللجنة السابقة اللجنة اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة السابقة اللي إحنا عايزين كسر العالم بس ما جابوه سيري بطولة الأمم أفريقيا فبرضو جزء مهم جدا وتصريح مهم جدا من أستاذ جمال علام إنه بيطلب من الراجل اللي إحنا عايزين يجيب البطولة لأنه هو الشعب المصري كده يعني أنت أكبر دولة في أفريقيا في الجانب الراديو في كل جوانب الحقيقة فلازم إن أنت تروح تنافس على اللقاء وتحاول أن أنت تجيب البطولة دي طيب الوطن سبورت قال لك يا بكاري جسامة يدير مباراة مصر ونيجريا في أمم أفريقيا وأعتقد مش هيكون في قلق كبير جدا من الحكام رغم أن في بعضهم في الحقيقة مش على المستوى لكن تواجد الفار في كل مباراة البطولة الأول مرة ده أمر مهم جدا طيب نروح كمان لحساب في الجول وبيقول لك مسحة جديدة لإبراهيم عادل وكورس فيتامينات فقط للعلاج إبراهيم عادل من اللعبة التي تم استدعائهم لكن قتل عنده كورونا فنتمنى له الشفاء إن شاء الله وفي حالة شفاءهم قد يلحق ببعثة المنتخب ده كل ما يتعلق بمنتخبنا الوطني وأكيد على مدار الأيمن جاي يفضل المتابعين بشكل مكسف للمنتخب تعالوا نشوف تعليقات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة وإيه هي أكتر بطولة طواجة بيها المنتخب المصري بالنسبة لكم هي كانت أحلى بطولة قال الغنيمي قال بطولة 2006 كانت حاجة حلوة وكان فيها روح من كل اللعيبة نروح كمان لشاكر محمد والقال 2010 كان فيها المنتخبات أقوى ومنتخب مصر قدم لنا متعة وجمل وتكتيك فني من مدارب السوري طبعا الكابتن حسن شحاتة بإضافة إلى الروح والحماس اللي كان موجود عند اللعيبة يعني خدنا تلا بطولاته وربعة ده في الحقيقة كان في برضو بطولة 98 كان بطولة من البطولات المميزة جدا في الحقيقة بطولة 98 فعدت كتير من الألقاب اللي فاز بيها المنتخب سبع ألقاب نتمنى إن شاء الله السنة دي يكون اللقب التامن عشان نزود تاريخ مصر الحافل بالألقاب الأفريقية ده فيما يتعلق به تعليقاتكم على سؤال الحلقة دي كمان كانت تعليقاتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج الإستنوني سلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر